السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نوجد الإكوبيلان تركت لترانسورمر حصل الترانسورمر ونعبر عنه بهذه الصورة انه عندنا فولتية بنقولها للطرف الثاني بالراشيو اللي هو V2 على V1 بتساوي N2 على N1 لكن فعليا الترانسورمر لو بدنا نوجد الموديل الى فعليا هو مش بهاي الصورة مش هيك ايديا اليوم انه نوجد الإكزاكت موديل لترانسورمر طبعا هون انا كتبت المين أبليكيشن او المين قول لترانسورمر اول اشي اللي هو بعمل بيفصل سيركت عن سيركت ثانية وبيفصل اللي جراوند للسيركت والثاني اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو كثير مشتخدم بعمليات نقل الفور من مسافات بعيدة فهو له دور كبير في تقليل اللوسز او بالتالي الكوست هسا الترانسورمر الاساس تبعه هو رح يفهمك كيف جبنا الاكزاكت موديل عندك تيار بمشي في الاندكتر الاول مرور التيار تبعه في الاندكتر الاول بيولد فلاكس هذا الفلاكس بروح بعمل اندكشن مع الاندكتر الثاني هسا عندك هذا الاندكتر لما توقع لما مر في فلاكس رح يولد تيار يعني هي عملية عكسية نحن نعرف انه اي سلك اي سلك بمر في تيار بروح بولد ايش بولد فلاكس واي سلك بتعرض لفلاكس بروح بمرر في تيار فهي العملية اللي بتصير هون هسا نيجي على الترانسورمر نبدأ من البرائماري سايد البرائماري سايد بحكي لك انه التيار لما مشي بالسلك السلك هذ فعليا الو مقاومة اي سلك بالدنيا الو مقاومة واصلا لما تحط ايدك على الترانسورمر او اي سلك مر في تيار بعد فترة بتلاقي حمي هاي الحرارة اللي نتجت في المرور التيار في البرائماري سايد بنسميها احنا كبر لوسز هاي الكبر لوسز منروح منعبر عنها بمقاومة ار مضروبة في اي سكوير طبعا هون منسميها ار وان في ناس بسموها ار سي يو وان زلالة على انه كبر نحاس فاحنا مروح منبلش بالترانسورمر راح نجيب بس ورقة هون على جنب نبلش نحط فيها اول باول لدينا هذا الانبوت بي وان وهنا مروح نحط مقاومة منسميها ار وان اللي هي بتعبر عمرور التيار فيها بعبر عن الكبر لوسز فدائم يقول لك هون التيار لما مر بالاندكتر الاول ولا دفلكس هذا الفلكس بنقسم لا جزء الفلكس البمر في الاندكتر الاول بنقسم لا قسمين اول اشي اول قسم سموه ليكج بتاعنا قسم ليكج اللي هو اخسرناه اخسرناه بسبب مرور التيار التيار هون فخسارة خسارة ليكج الفلكس بنعبر عنها باندكتر حس هذا الاندكتر رح نحطه سيريز ولا باراليل هو ناتج عن مرور التيار هون فرح نعبر عنه بسيريز فبروح بجيب هون بحط اندكتر وبسمي جي اكس ون اللي هو في الاول في السايد الاول سبيجي بحكي لك اللينكيج هذا كيف رح نحطه طيب سيريز ولا باراليل حس هذا اللينكيج بعمل لي ايش بنقول لي بوالتية للطرف الثاني طب هيك شكل لترانسورمر صح مفروض ان هاي الفوالتية تنقل لهذا الطرف فما بصير احطه الا باراليل فالاندكتر اللي بحبر لي عن الفلكس اللي رح يروح كله لا الطرف الثاني بنحطه ايش بنحطه باراليل فباجي بحطه هذا الاندكتر هون وبسميه جي اكس ام ليش جي اكس ام من كلمة ماغنيتايزيشن ماغنيتايزيشن اللي هو اللي سبب لي بالماغنيتايزيشن طبعا هزا المفروض انه انت الى درجة للترانسورمر قبل ما توصل لهاي النقطة للأكوفيلان سيركت بتعرف انه الترانسورمر بيمر بالاسلاك تبات الترانسورمر بتكون جوه ايش جوه كور بهذا الشكل مثلا تكون هون واحد وهون واحد مثلا هذا الكور بنسميه احنا ماغنيتايزيشن ولازم تكون انت دارس الماغنيتايزيشن سيركت حسا الفلوكس فعليا هو بيمر جوه هاي الماغنيتايك سيركت حسا مرور الفلوكس جوه الماغنيتايك سيركت بيولد حرارة كونه ولد حرارة معناته احنا في عنا لوسز هاي لوسز بنسميها ايرون لوسز او بيسموها كور لوسز اللي هي اللوسز اللي يسبب فيها الكور نفسه طبعا هي بتكون مقسومة لنوعين هسا هاي علشان هايز جاية مرتبطة بالماغنيتايزيشن لاش احنا بنحط الايديل ترانسفورمر هسا ببيكم هوا فعليا هذا عبرلي عن برايماري سايد هذا الايديل ترانسفورمر هاي هسا خطين هسا الطرف الثاني بيكون فيه نفس الاشي بيكون فيه عنا ار ناتجة عن مرور التيار في السيلك بنسميها ار تو اللي هي كور لوسز بيكون عندي كمان كمان هون اندكتور بعبرلي عن عن خسارة في الفلكس بس شو هاي الخسارة في الفلكس عن هاي شو بتفريق عن هاي هسا هاي نتجة على انه لما مشي التيار هون ولد فلكس هذا الفلكس مش كله انتقل طب هون لما لما الفلكس ولد تيار مش كل الفلكس اللي وصل لهون كمان ولد تيار فخسرنا جزء من الفلكس كمان مرة هون فعبرنا عن الجزء اللي خسرنا هون بالX2 هاي فهيك احنا بنكون عملنا ايش الموديل فهذا الموديل تبع الترانسفورمر وحونا بيكون من عنا ايش بيكون عنا ال V2 او ال V secondary في ناس بسموها هاي V primary وهاي V secondary وهاي XS بسموها RS وهاي R1 بسموها RP وهاي XP يعني انه primary side و secondary side حسا ليش حط ارجعنا حطينا ال ideal transformer لانه هون في شي اسمه reflected او reflection اللي هو الجزء primary ما بشوف secondary زي ما هو لا بيشوفه مضروب في factor اللي هو لو سمينا هاي 1 على A و A هي عبارة عن N1 على N2 فهذا ال primary رح يشوفه مضروب في factor الVolting رح تنضرب factor معين التيار في factor معين والمقاومة ب factor معين رح نتعلمهم و هسا لو احنا رشوفنا من secondary رح نشوفه مضروب factors ثانيين يعني هو نفس factor بس يا ضرب يا قسمه secondary بيشوف primary بصورة غير ما primary بيشوف secondary فهس هذا ال exact model بس هسا منا نعمل له reflection مرة من ال primary side و مرة من secondary side خلونا نشوف كيف هسا منيجي مننا نشوف احنا as seen from primary side نيجي منحط primary زي ما هو هاي R1 و هاي V1 و هاي JX1 و هاي R هاي R core و هاي R JXM و رح بكمل السيركت في هاي الطريقة بحط نفس المقاومة نفس ال 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 اندكتر هون و هاي الفولتية و هاي مش open ما هتفهموها انها open هو بيكون هنا في load مثلا هنا بيكون في load هسوان الفكرة انه قيم السكندري كلها رح نحطها مثلا هاي R2 prime هنا JX2 prime سروي هاي حاطين همرتين هون نفسه هيو و هاي V2 رح تكون ايش كمان prime يعني as seen from secondary primary هسا نشوف كيف تتغير قيمة R2 وال X2 وال G2 هسا في طريقة كير حلوة اللي هي او سهلة مش حلوة سلواء هنا عنا بهاي الطريقة 1A هاي على طرف primary وهاء على طرف secondary بحكي لك اذا انا انتقلت من A ل 1 يعني انا رحت من A ل 1 زي ما عنا بالمثال A هذا احنا وين كنا انتقلنا من A ل 1 اذا انتقلت من A ل 1 Z بتصير زد بتصير زد على A تربية وبتصير ال V V بتصير A يعني هاي زد برايم V برايم بتصير A V يعني كل كل فولتية نقلتيها بتضروبيها بA و I بتصير I برايم بتصير I على A فلاحظ زد بنقسمها على A تربية I بنقسمها على A V مضروبها بA سبحكي لك اندى احنا عنا اجينا انتقلنا من 1 ل A بتعكسيهم زد بتصير زد هاي دبل برايم بتصير A تربيع في Z V دبل برايم بتصير V على A و I دبل برايم بتصير A في I فكل لو احنا انتقلنا من ال 1 لالA فكل فكل مقاومة او impedance بشكل عام بتضروبها بA تربية كل فولتية بتقسمها كل كل تيار بتضروبه في A فبنيجي احنا هون احنا حكينا بمثالنا انتقلنا من A ل 1 انتقلنا بهذا الطرف بهذا الشكل فبتروح بتضروب هاي ال R2 بتصير A R2 برايم بتصير A لا بتصير انتقلنا من A بتصير R على A تربية ال X2 هاي X2 برايم بتصير X2 على A تربية الفولتية V2 برايم بتصير A V2 فهاي القيام الجديدة ل R و X2 R2 X2 V2 هسا بننا نعمل نفس الاشي بس As seen from secondary بتجد حكي As seen seen from secondary تجد بتعمل بتروح على secondary part هاي secondary part تنقل زي ما هو هاي بهاي الطريقة هاي load على V2 بتحط هون GX2 وهاي R2 هسا بنكمل بدي بنحط هون مين هاي هاي GXM بتحط ها W' و هاي RC W' وبتكمل هاي الاندكتور هاي المقاومة و هاي الانبوت هاي بتصير كمان GX W' 1 هاي R1 W' هاي V1 W' B' و بتضربها بنفس الطريقة هون كل Z هون رح نضربها في A تربيع و كل V رح نقسمها على A حسب ضل عنا فكرة approximation وين فكرة approximation بحكي لك ideally وحتى مش ideally بشكل عام حتى في practical الج X M و RC لازم يكون A very high very high وهو X M وال RC ليش رح نكون very high لانه اللوسز اللي عليهم احنا كيف بنحسب ه بنحسب V تربيع على RC هس RC هاي اذا كانت كثير قليلة ف V تربيع على RC اللي هي هاي P لوس هون رح تكون كثير كبير واحنا ما بدنا هذا الاشي فعشان نقلل اللوسز في خلي في القيم لها كثير كبيرة نسبيا فبحكي لك اذا هاي القيم كثير كبيرة كون هم برالل لو انا جبت هذا البرانش وانا قلت لهذا الطرف مش هتفرق كيف سبحكي لك لو انا عندي مثال على جنب عندي مقاومة هون مية وعندي مقاومة هون أربعة وعندي هاي مقاومة واحد وهاي الفولتية عشرين بحكي لك لو انا بدي احسب الفولتية الاربعة لو كانت المية هون او كانت المية هون هتطلع الفرق جدا بسيط لا يلاحظ مقاومة وهاي جربها في اعمال يعني هي كهير بسيطة جرب فيها ظل لو كانت المقاومة المية هون او لو كانت المية هاي الطريقة اقلناها بالطرف الثاني هاي واحد هاي اربعة وهاي الاشرين فرح تلاحظ انه هذول تقريبا نفس الاشي فانا في الاجزاء في الابروكسيميش اعمل نفس الاشي اجيب الجزء هذا وحطه هون الجزء هون هذا كله رح ينتقل وصير هون فاذا نقلت هذا الطرف بطل هون موجود فبصير هذول الار وان وهذا كله بصير ايش بصير سيريز مع بعضه فبصير عملية الاناليسي للسيركت ابسط بكثير فشوف كيف صارت السيركت معنا صارت بهذا الشكل هاي وان وهذا اللوت بهذا الشكل هسه بس فيه نقطة لا تنتبه لها فشوف عملية الاناليسي صارت كثير بسيطة هاي كلها شباب فيها نفس التيار ففي وان رح يكون بساوي ايش V2 زائد I2 اللي بمر هون I2 مضروف فيه R1 زائد R2 هاي R1 هاي R2 زائد هاي هاي I' 2' X2' هاي هاي لو اخذناها وهي كمان prime لو اخذناها من الناحية الثانية رح هاي تكون W' برايم لو secondary وهاي W' وهاي فيعني لازم لقبل ما تبلش الاناليسيز تعرف اذا انت ضربت بالفاكتور اللي هو A او لا ضربت او قسمت طبعا كل من وحسبته وهاي فكرة ال exact model والاناليسيز تبعه ان شاء الله يكون واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته